موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث العاشرة اليوم نتوقف عند ذكرى استشهاد مجموعة من ابطال اليمن على رأسهم الشهيد العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الامن الخاصة بمحافظة مارب نتوقف عند هذا النموذج الملهم للقيادي الميداني الشاب المتطلع الى بناء مؤسسة امنية قادرة على ضبط الامن ونشر الاستقرار في ربوع هذه المدينة حيث مثلت المؤسسة الامنية في فرعها هنا في مارب نموذجا يحتذى به في الكثير من المناطق المحررة اليوم سنتحدث عن سيرة هذا الشهيد كيف استطاع بكارزمياته وبقربه من جنوده ان يمثل قائدا ملهما للكثير وكيف ايضا تصدر الموقف حينما جاء فلول ايران الى جبال البلق يريدون ان يقتحموا مأرب كيف استطاع ان يتقدمهم وان يفتدي بنفسه وان يقدم روحه رخيصة في سبيل وطنه ارحب بضيفي في هذه الحلقة سيادة العميد ناجي علي منيف قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مارب للحديث عن سيرة الشهيد عبدالغني شعلان قائد قوات الامن الخاصة رحمه الله مرحبا بك ضيفي العميد معيكم الله شكرا جزيلا لك اليوم للحديث حول هذه الشخصية وحول مآثيرها والتوقف عند الكثير من محطات سيرتها بسم الله الرحمن الرحيم اولا اتقدم بالشكر لقناة سحيل الفضائية التي تهتم بسير الشهداء ومآثيرهم التي ستصبح يوم من الايام سيرهم قدوة ليقتدأ بها في الاجيال القادمة نعم سيرت العميد قبل ان نبدأ بالحديث عن الكثير من تفاصيل هذه الشخصية وتأثيرها سواء في الحياة المدنية او في الحياة العسكرية والامنية دعنا نتابع هذا التقرير الذي عده الزملاء ونعود من جديد مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير ونعود لنبدأ حوارنا ونقاشنا حول شخصية العميد رحمه الله عبدالغني شعلان كان اسمه العنوان وسيظل ذكره عابرا حدود المكان والزمان فعبدالغني شعلان الاسم الذي عرفته ماربو مرادفا للامن هو ذاته الشاب الذي رأى فيه الجميع اهداف ثورة سبتمبر وعظمة قيم الجمهورية والمعنى الحقيقي لحب الوطن مثل عبدالغني شعلان وكوكبة معه من الابطال الدليل الاقوى على ثبات العسكري على مبادئه واستحالت ان يخون الجمهوري جمهوريته واستعصاء سبتمبري على الامامة العائدة للانتقام من ثورته صمد شعلان ومعه المؤمنون بسبتمبرهم وجمهوريتهم ووجدوا في مارب جغرافية تحت ظن امالهم ومنطلقا لبطولاتهم فابدعوا من مأرب اعادة تأسيس نواة الامن بالتزامن مع اعادة لملمة وتأسيس جيش الوطن وامام الشباب المتعطش للدفاع عن وطنه امتصب شعلان وامثاله من الابطال نماذج حية للبطولة وقدوات تختصر كل قواميس التضحية وكان كافيا ان يرى الشباب امامهم شعلان لتشتعل فيهم جذوة سبتمبر متوهجة اهدافا يستحيل اطفاؤها فموقف وواقفات شعلان كانت ابلى من كل ما يمكن ان تقوله لسان وخطابه كان خطاب الميدان لم يتردد من ارسوا دعائم الامن في عمق المدينة لحظة واحدة في الدفاع عن المدينة ذاتها في اطرافها حين ظن همج العصري ان بامكانهم تلقي خطهر السبتمبرية والنقاء الجمهوري ونسف الامن المجتمعي لينطلق شعلان ورفقائه اوفياء لعهدهم مع الابرياء مؤكدين بشكل عملي انه لاجل حمايتهم ترخص الدماء ليتوهج شعلان ورفاقه الابطال نجوما في كبد السماء ولتبقى مأرب ذاتها سماء يستحيل ان تطالها يد التمزيق والطائفية الحمقاء فخلف شعلان الاف من زملائه وافراده الاوفياء الذين شعارهم في الدفاع عن وطنهم وهبناك الدم الغالي وهل يغلى عليك دمه واننا قد عقدنا العزم باننا لن نلين ولا نستكين حتى يفتح الله علينا بنصر من عنده ونكمل تطهير كل شبر في بلادنا وعلى السد الذي يشكله هؤلاء الابطال ستتحطم مؤامرات ايران وينكسر رأس كل ديال أجدد ترحيب بكم من جديد مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب بضيفي سيادة العميد ناجي علي منيف قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب سيادة العميد اليوم ونحن في الذكرى الثانية لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه الأحرار في تلك الملحمة ما الذي يمكن أن نتوقف عنده ونتذكره من سيرة حياة هذا الرجل طبعا كان الأخ العميد عبدالغني شعلان أحد رفكاء الدربة الذي عشتنا وهم منذ فترات ماضية كلها كانت نضال رفيق نضال عبدالغني علي عبدالله شعلان من مديرية المحابشة محافظة حجة كان رفيق درب لي نعم خلال الفترة الماضية رحمة الله تغشاه تخرج من كلية الدفاع الجوي وطيران من كلية الطيران والدفاع الجوي وأنا كذلك تخرج من نفس الكلية ثم تحقنا وكان مهندس وأنا كنت في الدفاع الجوي تحق كل منا بمجال عمله ثم كان هذا الشخصية كانت شخصية غير عادية شخصية عبدالغني شعلان شخصية قيادية دعوبة في عملها مصمم أو يطمح دائما إلى النجاح كان له كثير من القفزات النوعية التي حقق من خلالها نجاح سواء على مستوى الحياة الشخصية أو حياتها العملية نعم طيب سيادة العميد لما نتذكر هذا الرجل ونتذكر سيرة حياته الشخصية كيف كان نتعامله أيضا مع رفاقه مع زملائه وكيف كانت أيضا همته لتعلم المزيد وتطوير نفسه وبناء قدراته رحمة الله تغشاه كانت دائما بشوش الوجه صديقا مقربا حازما في نفس الوقت نعم كان قائدا ميدانيا فإذا ما كان بين زملائه تجده يقود النهس من خلال طموحه إقدامه كان بطل شجاع عصرنا كثير من المراحل مع بعض وكان يمتاز بشجاعة غير عد يوصيب بعدة مرات علاقته بزملاءه علاقة إخاء وصداقة ووفاء أيضا يمتاز عن كثير من الأخوة من الزملاء أنه دائما يسعى إلى إنجاح نفسه وإنجاح غيره بينما المرحلة كانت صعبة في التي عشنا فيها من خلال فترات الماضية كلها حروب كلها مشاكل بعد ما تخرجنا من الكليات إلا أنها فترته أو مرحلتها التي تعدها مع زملاءه كانت كلها مراحل بناء أنت كنت قبله بمرحلة دراسية؟ نعم أنا قلت قبله في الدفاعات الكلية تقريبية كلها العسكرية من قبله وكيف كان ارتباطك أو علاقتك بهذه الشخصية؟ هل زرته مثلا في منطقته؟ هل كنتما تلتقيان؟ وكيف بدأت هذه العلاقة تتشكل فيما بعد؟ طبعا هو كان بعدي في دفاعات في كلية الطيران دفاع الجوي لكن من خلال علاقتنا ببعض الزملاء في محافظة حجة حيث زرتنا محافظة حجة مديرية المهابشة عدة مرات وتعرفنا على كثير من الزملاء ثم فكان حلقة توصل بعض الزملاء بعبد الغني من خلال ما دخل الكلية بعدها تعرفنا من خلالهم بعبد الغنيش علان وبعدها انتقلنا إلى الميدان العملي بعد التخرج كله انتخرج من كلية تخرجت قبله ثم انتقلنا إلى الميدان العملي أنا كنت في الدباع الجوي ثم التحقنا مع الشهيد الواروك عبد الرب الشدادي حيث كنا نعمل سويا تحت مضلته نعم ما هي الموقف التي جمعتكما بالشهيد الشدادي رحمه الله؟ رحمة الله تغشاء كان الشهيد الشدادي هو المدرسة التي ينتهم منها البطولة والشجاعة والإقدام والمدرسة التي ينتهم منها كيف أن نواجه معتركات الحياة كان الشهيد عبد الرب الشدادي رحمة الله تغشاء والأب الروحي لنا والعبد الغنيش علان وبيح البحرين مران وكثير من الزملاء الذين عشنا واحتكينا بهذه الشخصية رحمة الله تغشاءهم جميعا فكان الأب لنا كنا نعود له منذ قبل ندخل الكلية تطلع ندفع الجوي كنت محتك بالفندما عبد الرب الشدادي وقتنا دهولنا وبعد كل ما نخرج رحمة الله تغشاء يستدعينا كل خميس جمعا نخرج في هذه الإجازة من الكليات كان يستدعينا إليه كان كأب لنا كنا في محافظة صنعاء وقتها في الكلية نعم فالفندم عبد الرب الشدادي أب لكثير من الضباط الجيش وليس نحن فقط نعم أيضا لنا مواقف كثيرة مع الفندم عبد الرب الشدادي سواء في القتالية أو في حماية المتظاهرين في صنعاء أو منذ تأسيس حماية المدينة وتخطيط المواجهة الحوثية سنتي على كل هذه المراحل سيادة العميد ناجي علي مونيف ما الصفات الأخلاقية الإنسانية التي يمتلكها هذا الشخص حينما تجاور حينما تجلس معه حينما تتناول معه وجبة ما ما هي الصفات الإنسانية التي تتذكرها ويمكن اليوم أن نستعيد بعض من تفاصيلها رحمة الله تغشاء كان الأخ عبد الغنيش إعلان شخصية مرحة من ناحية ثانيا كان يبني علاقاته وصداقاته حتى على مستوى الأفراد كان أيضا قاعد حازم في نفس الوقت رحمة الله تغشاء كان كريم يعني يؤثر الآخرين على نفسه خاصة في الأوقات العصيبة كان مقدام كان مقدام في اتخاذ القرار كان رحمة الله تغشاء صادق وكان دائما متطلع لتحقيق نجاح كل يوم على حدة جميل رحمه الله سيادة العميد اليوم بعد ذلك يعني لم نتحدث عن مرحلة أخرى ربما تشكلت بعد أن جاء الانقلاب الحوثي واحتل العاصمة صنعاء أين كان الشهيد في تلك المرحلة؟ بعد 2011 تنزل الأخ عبد الغنيش إعلان إلى محافظة الجوف عندما كان الأخ وكيل وزارة داخلية اللواء محمد بن عبود كان حينها محافظة لمحافظة الجوف ثم نزل عبد الغنيش إعلان لأن كان الأخ محمد بن عبود رفيقنا في 2011 في ساحة الحرية وكان من ضمن الذي تصوبوا محمد بن عبود في الدفاع عن المتظاهرين في 2011 فكان في احتكاك وعمل مشترك فبعدها نزل عبد الغنيش إعلان باشتدعاء من الأخ الوكيل لنزول إلى محافظة الجوف نزل لعبد الغني وكان ضابط أمن المحافظة ثم بعد ذلك كان أيضاً تولى بعدها نائب مدير أمن محافظة الجوف نعم وتقريباً في عام 2012 و2013 تلك المرحلة كيف كانت طبيعتها خاصة في المحافظة وكيف أيضاً ساهمت في صقل شخصية الشهيد ليتعامل مع بيئة مختلفة عن البيئة التي نشأ فيها نعم صحيح كانت بيئة الجوف مختلفة تماماً عن المراحل والخطأ التي خضناها مع بعض فزرتهم أنا في محافظة الجوف وجلت مع عبد الغني مع الأخ الوكيل مع الأخ محافظة المحافظة لوام حمد بن عبود حينها فلما جلت اسم العبد الغني وجدت أنه يعني واجه المناخ وطباء وظروف غير الظروف التي مرناها سابقاً لكن كان الأخ عبد الغني ذو علاقة يبني علاقات قوية جداً بنا علاقات معها قبائل الجوف معها ابناء الجوف استقطب منهم بتجنيدهم معه في أمن المحافظة وكان في وقتها تذكر في أحد المرات كان محافظة المحافظة ومدير أمن المحافظة كانوا متواجدين في صنعة لعمل إما بينما كان هناك مشاكل في داخل المحافظة وكان لا زال عبد الغني وقتها نائباً لمدير الأمن فكان عبد الغني رحمة الله تخشيه قام بالدور رغم أنه يعني غريب على المحافظة وأيضاً جديد في على المحافظة طبيعة التعقيدات الموجودة في تلك المحافظة ولكن رحمة الله تخشيه كان مقدام وشجاعته ومبادرته في إنجاز الشيء استطاع بحكمته وحنكته وعلاقاتها الاجتماعية التي يستطيع أن يبني بها دائماً يربط علاقات اجتماعية في أي مكان يصل إليه سواء مع الشخصيات الاجتماعية سواء مع المشاكل استطاع بعد أن يخمد المشاكل التي كانت في الجوف وأتذكر حينها كانوا يعني على اعتصال مباشر مع المحافظة ومدير الأمن في اللجنة الطوارئ في صنعة وهو كان في الجوف إلا أنه استطاع أن يخمد هذه الفتنة والمشاكل هذه بحكمته ما يوجد معهم من القوات الأمنية هناك وقوات الجيش سنتحدث عن ما جرى بعد ذلك وكيف أيضاً انتقل إلى محافظة مارب لكن اسمح لي أن نشرك معي الدكتور أحمد الموسايا النائب العام السابق للجمهورية شكراً لك دكتور على مشاركتك معنا في هذه المداخلة بداية كيف كان الشهيد شعلان متميزاً ومختلفاً أيضاً بطبيعته وبقدراته وما سر تلك المحبة برأيك في نفوس الناس مرحباً بك ومشاهديك الكرام لم يكن العميد عبدالغني شعلان مختلفاً وإنما كان أحد أبناء اليمن الأوفياء للوطن المخلصين للشعب فلقد كرس جهده وخبراته ومهاراته العسكرية والأمنية في بناء مؤسسة القوات الأمن الخاصة بمارب على أسس مهنية ووطنية وجعل منها نموذجاً بارزاً في لحظة وطنية غاية في الصعوبة والتعقيد كانت فيها مؤسسة دولة تنهار بفعل انقلاب ميليشيا الحوثي وعبذها بمقدرات الوطن والشعب ولقد كان شعلان يتمتع بكارزم القيادة الجماعية وكان دائماً الحضور في الميدان وفي معترك الأحداث الأمنية والعسكرية إلى جانب جنوده وبالقرب من قادته واستطاع بإخلاصه وقوة عزيمته وبجهود الضباط والأفراد المخلصين إلى جواره في بناء السياج الأمني الحصين أمام هذا الإنجاز النوعي والأداء الأمني الاحترافي فشلت كل محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية التي استعانت بالخبرات والأسلحة الإيرانية في اختراق مدينة مارب وزعزعت الأمن والاستقرار فيها وإيقاف عيلة التنمية والازدهار فيها ورغم طروف الحرب القاهرة وشحة الإمكانيات إلا أن القاعد شعلان ورفاقها المخلصين من أبناء مؤسسة الأمنية وقبلهما دعم القيادة المحافظة ممثلة باللواء الشيخ سلطان بن علي العرادة نشأت قوات الأمن الخاصة بمارب وأصبحت أحد أهم المنجزات التي تفخر بها مارب والحكومة الشرعية عموما وهم يبشر بمستقبل واعد على يد أبطالنا الأوفياء أمثال شعلان ورفاقها ولقد مثل شعلان حالة إلهام لكل شباب اليمن الأقوياء فلم يكن موظفا أو قائدا عاديا يلقي الأوامر عبر جهاز المناده بل كان إلى جوار ضباطه وأفراده وجنوده حتى في الإجازات الرسمية وخلال إصاباته في المعارك وهذا سر تميزه دكتور كيف استطاع شعلان أن يجعل هذه المؤسسة قوة ضاربة أتحدث عن المؤسسة الأمنية قوة ضاربة ليس فقط لمجابهة الخلايا في الداخل وإنما أيضا محاربة الميليشيا وأيضا تحولت هذه القوات إلى درع لحماية مأرب من كافة أطرافها لم تتوقف القوات الخاصة بقيادة شعلان عن توفير الحماية الأمنية للمدينة والملايين النازحين فيها بل أصبحت قوة ضاربة لإسناد القوات المسلحة في جبهة القتال المحيطة بمأرب وفي كل أحوال كان شعلان قائدا فذا مقاتلا شجاعا أعاد الاعتبار للضابط الذي يحترم موقعه ويدرك عظم مسؤولياته ومثل عنوانا بارز للقيادة الشابة التي أثبتت جدارتها القيادية على المستويين العسكري والأمني ومجسد موقفها الأخير ملحمة يمنية خالدة ستظل حاضرة في أدهان الشعب اليمني إلى الأبد وستكون حالة إلهام لشباب اليمن ليقوموا بالدور الوطني المنطبهم في حماية الهوية والمكتسبات الوطنية وصناعة المستقبل الواعد ويخبرنا التاريخ وسير العظماء أن أسهج هذا الأبطال حياة لهم في أدهان الشعوب وتجسيدا لأسمى معاني العظمة الإنسانية في مواجهة آفة الإرهاب والشر وألات الخراب والدمار الرحمة والخلود للشهيد الخالد عبدالغني شعلان ورفاقها الأبطال العميد صالح الأضمد العباب والعميد نوف الحوري وأمجد الصلوي وكل الشهداء الوطن العظماء أشكرك جزيلا دكتور أحمد الموسايا النائب العام السابق للجمهورية اليمنية إذن سيادة العميد ناجي منيف قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مارب وصلنا إلى تلك المرحلة التي بدأ القادة الكبار ينظرون إلى هذه الشخصية بإعجاب ومارب كانت أيضا بحاجة لمثل هذه الشخصية شخصية العميد شعلان ليتم بعد ذلك ربما تتغير البيئة نوعا ما هي متشابهة ببعض تفاصيلها لكن كانت النقلة مختلفة وهنا بدأت فكرة أن يكون هذا الرجل متواجدا في مارب وأن يصنع التاريخ من هذه المحافظة الأبية كما قلت سابقا كانت هذه المشكلة التي حصلت في الجوف لفتت الأنظار إليه حيث استطاع بحكة إخمادها فكلفتت الأنظار أنظار المسؤولين والجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية حيث وهو كان على قوة الجيش وليس على قوة وزارة الداخلية لكن لفت الأنظار يعني طلب من من وزارة الداخلية نقلها إلى ليكون أحد منتسبيها في وقتها لأنه استطاع إذن أن يخمد فتنة في محافظة مثل محافظة الجوف وهذا ليس شيء بالسهل فلفت الأنظار كثيرا ثم بعدها استمر نائب مدير أمن المحافظة محافظة الجوف وبعدها وبعدها جاءت أحداث نهاية عام 2014 بدأت المشاكل في أطراف سرواح نعم تمام وبعدها في تلك المرحلة التي بدأت تتشكل فيها المطارح تتشكل فيها المطارح بالنسبة لذلك لكن بدأت المنازعات قبل المطارح من اتجاه سرواح عبر المشن وعبر كذا من المناصرين الحوثي من خلال نقاط أمنية وكذا تبع الحوثي الإنقلابيين فكان بعدها قدم عبدالغنيش أعلان إلى محافظة معرب نعم ثم التقى تقريبا بمحافظة المحافظة اللواء سلطان العرادة وأيضا باللواء الركن عبدالرب الشدادي رحمة الله تغشاه ثم بعد ذلك كنت أنا في حينها في صنعها نعم وستمس لدعاءنا النفس الشيء أنا وعبدالغنيش أعلان وويحي البحري نعم ومن قبل اللواء رحمه الله يرحمه عبدالرب الشدادي فكلفنا بحماية مدينة مأرب في حينها نعم وكان مدير الأمن في حينها القحم طيب في تلك الأثناء سيادة العميد يعني لم يكن هناك قوات في هذه المحافظة كانت هذه المحافظة دائما ما يحاول إعلام النظام أن يروج بأنها محافظة تجمع كافة الشرور بأنها محافظة للتقطعات وكانت هذه المحافظة أيضا بعيدة عن التركيز المؤسساتي يعني غائبة عنها المؤسسات أو تكاد تكون منعدمة فيها بسبب أنها بعيدة عن المركز أو غير مهتم بها من قبل المركز الذي كان يحكم صنعات طوال الفترات الماضية كيف يمكن لشباب لازالوا في بداية عملهم الأمني أو قطعوا شوط لا بأس بها في عملهم الأمني أن يتحملوا هذه المسؤولية كيف كان التحدي ذلك الوقت؟ كان التحدي بالنسبة لنا صعب جدا خاصة وكانت مؤسسات الدولة وكانت طائفة في حينها لكن فيه كانت مخليط بين الانتماء إلى صنعات والانتماء إلى هنا فكان وقتها تم رفضنا وقمنا باستقطاب أو رفضنا من قبل المحافظة بأربعة مائة فرد كانوا من طيور الجنة كانوا يسمون طيور الجنة دفعاتهم تجنيدها في الحديدة من أبناء المحافظة تم استدعاءهم من بيوتهم من وحداتهم من كذا وتوقام هؤلاء كانوا النواة الأولى لتأمين المحافظة بشكل حقيقي بالإضافة إلى أبناء المحافظات التي توافدوا بدأوا يتوافدون إلى محافظة مأرب من محافظة اليمن من المخلصين من الذين لازالوا إلى اليوم في جبهات القتال كانت هذه المرحلة صعبة جدا لأننا نقوم بعمل تأمين في نفس الوقت كما قلت أنت هالقوات شبه منعدمة رسمية لكن كان لطيور الجنة وهذه شهادة لهم أن لهم دور بارز في تأمين المحافظة في وقتها إلا بالإضافة إلى المقاومة الشعبية التي كانت في وقتها بدأت تشكل من حبر مطارح نخلة وغيرهم من الرجال المخلصين وأيضا إلى المخلصين من من أبناء الجيش الوطني الذي كانوا بدأت المعارك في وقتها من في صرواح وباللواة 312 وعلى المنقلابيين وبدأت في صرواح أو للمعارك في هذا المنطق في حينها نعم كان التركيز الذي يحمله العميد شعلان ما الذي كان أيضا هل نصب مباشرة مدينة لأمن المحافظة خلال تلك الفترة قبل أن نتحدث عن تفاصيل الأخرى؟ لا وإنما كان عينا كقاعدا لنا المكلفين بحماية المدينة وتأمين المدينة كان قاعدا لنا هو عبد الغني شعلان نعم هو مسؤول لنا يعني كهذه المجموعة التي بدأت تشكل نعم وكان أركانه نعم وكان أركانه في حينها الأخ يحيى البحر العقيد يحيى البحر نمران وأنا كنت الاستطلاع في حينها وكانت مهامنا ليس تأمين المدينة فقط وإنما أيضا تأمين الحزام الأمني للمدينة من خاريا وأيضا المشاركة في الجبهات نعم بعد الفاصل سيادة العميد سأسألك حول ماذا جار بعد ذلك كيف كانت أيضا الصعوبات والتحديات تكبر يوم بعد آخر مع جمع ميليشيا الحوثي لسلاح الدولة واستيدافها مأرب بشكل مباشر وأيضا كيف كانت العلاقة بين هذه المؤسسة التي بدأت تتكون من الصفر مع التشكيلات القبلية التي ظهرت في تلك المرحلة اسمح لي أن نذهب إلى هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير وأعود من جديد مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في هذه الحلقة من حديث العاشرة والتي نتوقف فيها عند الذكرى الثانية لرحيل الشهيد العميد عبدالغني شعلان قيد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب ورفاقه الأحرار الذين كان لهم دورا عظيما في الحفاظ على هذه المحافظة وبناء مؤسساتها الأمنية وجدد ترحيب بضيف رفيق درب الشهيد والعديد من الشهداء أيضا الذين ارتقوا إلى ربهم العميد ناجي علي منيف قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب مرحبا بك من جديد سيادة العميد وصلنا إلى تلك المرحلة التي استدعي فيها هذه النخبة أو هذه المجموعة وأنت كنت واحدا منهم إلى جانب الشهيد شعلان وغيره من رفاق دربكم حفظهم الله من بقي منهم ورحم الله من استشهد حدثنا عن تلك الفترة وطبيعة التحديات التي واجهتكم مع الأمواج التي كانت تخيط بمأرب والعيون التي كانت مسلطة عليها لمحاولة السيطرة عليها من قبل الميليشيا إياكم الله طبعا تلك المرحلة كانت من أشد المراحل التي كان مرنا بها في حياتنا حيث كنا في هذه المرحلة أمام تحديات كبيرة التحدي الأول تحدي هجوم غزو خارجي من قبل الميليشيات الحوثية على محاولة دخول صرواح ومنه إلى الزور وغيرها كان يمثل خطر أيضا من الخلايا النائمة التي كانت يجرعها العدو داخل المدينة فكنا في مهام تأمين المدينة من خارج إلى جانب المقاومة الشعبية وبعض الوحدات الرسمية من الجيش وأيضا معنا تأمين المدينة من الداخل فكنا في بداية تنقص من المدينة إلى قطاعات كان الأخ يحي البحثي في قطاع والأخ يحيب الغني الشهنان الذي هو مسؤولنا كلنا قائد لأحد القطاعات وأنا قائد لأحد القطاعات والأخ يحيى القحاطي قبله والأخ مرزوق أبو السعد استشهد علينا رحمة الله عليه في تحت مصنع عذبان عندي تحت مصنع حسن جعير وكذا استشهد علينا رحمة الله تغشيها الأخ مرزوق أبو السعد وعدها الأخ يحي القحاطي يمسجل القطاع وحتقسم لمدينة إلى قطاعات وفقل للخرائط عددناها أسبقا والأخ يحي القحاطي رأي الله يشفيه أعيق ولا زال معاق أصيب بالطلقة في العمود الفقري ولا زال معاق إلى الآن الأخ عبد الله الصبري كان معنا من ضمن لأنه عمل مدينة احتاج إلى كم هائل من الضباط فتم استدعاء كثير من الضباط الذين لديهم الذين لديهم العقيدة السليمة والذين يكرهون الحوثي ويجاب واستعدين للتضحية بدمائهم ولديهم أيضا الولاء لوطنهم والجمهوريتهم ولاء للوطن دين والوطن فكان من ضمن أخ عبد الله وقتها عبد الله الصبري عقيد عبد الله الصبري اللي هو الآن أركان قوات الأمن الخاصة ولا لخ سعود العقيد اللي هو إمداد القوات الخاصة وكثير من الضباط لا يعني يستحضروا كب كثير من الأسماء استحضر كثير منهم لكن الوقت بتأشروا أنه الوقت مضيق فلست أسمع من الأشخاص التي لا أذكرهم الآن فكان عملنا يعني بدأنا مع بعض الخلايا وضبطها وكان الحمد لله الله سحل وكانت المقاومة الشعبية يعني بعض الله سبحانه وتعالى الفضل الكبير في إنجاح مهامنا ومساندتنا ودعمنا وطيور الجنة الذين كانوا يسمون طيور الجنة هم قوات أمنية كتيبة أمنية 400 فرد كانت اجتمعت منها تقريبا 200 فرد في حينها وساهم ومعنا في تأمين المحافظة وكان وقتها المدوم عبد رب الشداد يقود المعارك تعين القائد للمنطقة الثالثة في حينها خلف المحرمي رحمة الله تغشاه الذي انتقل إلى عدن ويستشد نعم وبعدها انتقلنا إلى المرحلة هذه إلى باعتام المدينة تم بدأ بعد ذلك انت بعد التأمين تم انتقال كثير من القوة التي كانت معنا ومن القوم الشعبية إلى عملية الهجوم والتطهير وبدأنا من اتجاه من اتجاه من اتجاه مصنع عذبان عوصن جعير وامتدت الأمور ثم وفق الله وسقط البلق ثم امتدت إلى تطهير الفاو وتطهير الشد وغيره والمنين إلى أن وصلت الناس وتحررت المزيد من المناطق وتوسعة السيطرة ثم اتت مرحلة بعد ذلك نعم سنتحدث عن هذه المرحلة وهي مرحلة مهمة جدا وهو اعادة الاعتبار لشكل هذه المؤسسة وإعادة بنائها بناء على منظومة مؤسسية واضحة كان يحملها الشهيد شعلان متى تم يعني اعلان تنصيبه في مهمة قيادة قوات الأمن الخاصة بالمحافظة وما هي الإجرات التي بدأ باتخاذها من أجل التعجيل بعملية بناء هذه المؤسسة رحمة الله تغشاه بعد ذلك النجح في إدارة هذه المهمة الصعبة التي هي تأمين المدينة ثم داخليا وخارجيا بجيادة وكلنا مكملين لبعض فكانت رحمة الله تغشاه كان نجاح له ولنا والأمة نعتبره فهذا النجاح جعل من لقب الغنيشة رمزا وملامعا أمام الأعجن فعندها جاءت توجيهات من رئيس الجمهورية حينها عبدالبو منصر هادي بدمج المقاومات الشعبية من ضمن الجيش الوطني وتشكيلها وتأطيرها في الجيش الوطني وأيضا دمجها ودمج القوات المسلحة وأيضا دمجها بالأمن طبعا تم تعيينه أركانا لقوات الأمن الخاصة بداية بعد تحرير الفاو والمنين وغيرها والسد ودحر الميليشيات إلى صرواح فتم تعيينه وحينها أركان القوات الخاصة وتم دمج كل من شارك معنا في تعمين المدينة إلى قوات الأمن الخاصة نعم من أراد طوعا من أراد ذلك طوعا عليه أن نضم إلى قوات الخامسة الأمن الخاصة سواء ضباطا أو أفرادا أو غيرهم وأكثر الذي يقود الأمن الخاص وأفراد كثيرا منهم إلا من قضى نحبه لا زالوا في قوات الأمن الخاصة دمنا نستشهد أن تجد السبوع شيء عند الله فقد إن شاء الله يتقبلون ربنا والبقية لا زالوا يعملون في قوات الأمن الخاصة ضباطا وأفرادا وغيرهم وأنا بعدها توجهت إلى الجيش نعم سيادة العميد دعنا أيضا نشرك معنا سيادة الرائد عبدالقادر الحداد مندير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بقوات الأمن الخاصة مرحبا بك حضرة الرائد في البداية كيف استطاع هذا الشاب أن يتمثل قيم الجندية ويضع اسمه في خانة الكبار خلال فترة زمنية قصيرة برأيك كان الشهيد شعلان مدرسة من القيم والأخلاق الإنسانية والوطنية كان الشهيد شعلان النموذج العملي للقيادة الفذة والجنية الحقة كان الشهيد شعلان النموذج العملي في التضحية والفداء في الإخلاص والتفاني في أداء الواجب كان الشهيد شعلان نموذج العملي في النزاهة المالية والإدارية والوطنية الحقة كان الشهيد شعلان نموذجا عمليا للقائد المسؤول كان نموذجا عمليا للرجل الأمني المحترف كان الشهيد شعلان نموذجا عمليا في الشجاعة والإقدام ومواجهة الموت في المعارك المصيرية الحاسمة كان الشهيد شعلان مختلفا لأنه القائد الذي أرعب ميليشيات إيران حيا وشهدا لأنه القائد الذي أقض مضاجع ميليشيات الإنقلاب وهز عروش الإمامة وخلاياهم الإرهابية الإجرامية بيقضته العالية ويقضت مؤسسه الأمنية كان الشهيد شعلان مختلفا لأنه الرجل الذي قطع أهم شرايين الإمداد الإيراني للميليشيات الحوثية كان الشهيد شعلان مختلفا لأنه استطاع بعبقريته مع ثريق عمله ورفقاء دربه من إعالة بناء مؤسسة أمنية وطنية خالصة من الصفر خلال فترة وجيزة رغم كل التحديات وظروف المرحلة وقلة الإمكانيات كان الشهيد شعلان مختلفا لأنه القائد الذي يوجه ويدرب في ميادين الإعداد والبناء ثم يتقدم أفراده ويسابقهم في ميادين النزال والتضحية المحبة لا تغرس في قلوب الآخرين بما تملك من قوة أو قهر أو بطش ولا بما تملكه من أموال ولا جاه ولا منصب ولا سلطان وإنما بعمل نقي مليء بالإخلاص والتجرد والسمو فوق المصالح الذاتية كذلك خدمته لأبناء مجتمعه والعمل ليل نهار من أجل حماية أرواحهم وصون كرامتهم وأعراضهم حول شعلان القائد الإنسان مؤسسته الأمنية من أداة لحماية النظام الحاكم وقمع المستضعفين إلى مؤسسة أمنية خادمة للمجتمع حارسة لأمن الوطن والمواطن وحماية حقوقهم وممتلكاتهم فكان بحق هو القائد الإنسان كيف لا يحبه الناس وأبناء المجتمع ويبكون عليه ويحتفون اليوم بذكراه العطرة ليستلهم منها الدروس العظيمة من قائدهم العظيم وحامي مكتسبات وطنهم الحبيب والحارس الأمين لأرواح وأعراض الساكنين في هذه المحافظة الأبية كيف لا يحبه الناس وهذه صفاته وأخلاقه التي يحبها الله فأحبه الله وزرع له القبول والحب في قلوب الآخرين فهو حي في قلوب جميع الشرفاء الأحرار في يمننا الحبيب ووطننا العربي والإسلامي فسلام عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين نعم ما طبيعة المسؤولية التي تركها الشهيد شعلان ورفاقه لمن جاءوا وسيأتوا أيضا من بعده لقد كان الشهيد شعلان قائدا استثنائيا جمهوريا وطنيا من الطراز الرفيع جسد في شخصه وسلوكه كل معاني المسؤولية والقيالة الوطنية المخلصة والنادرة كان مثالا للقائد المسؤول الذي يستشعر مسؤوليته الشخصية والوطنية والجماعية فتحمل الأعباء الكبيرة والتكاليف الجسيمة رغم الصغر سنه ثم رحل إلى ربه هو ورفقاء دربه من القالة الأبطال وترك مسؤولية عظيمة وأعباء جسيمة كانت بمثابة الحمل الثقيل والتركة الكبيرة من التكاليف والواجبات ألقيت على أكتاف من تحمل المسؤولية بعدهم إنها مسؤولية جهاز أمني وطني كبير له رصيده من الإنجازات العظيمة والتضحيات الجسيمة والسمعة الطيبة والرصيد النضالي والوطني والقتالي في شتى المجالات العسكرية والأمنية والإنسانية والاجتماعية فنقول شهيدنا ورفقاء دربه لقد أتعبتم من جاءوا بعدكم فإما السير على نفس النهج والدرب والحفاظ على الإنجازات والتضحيات وإما الخيار الآخر ولن يكون بإذن الله ما دام في هذه المؤسسة رجال كلهم شعلان الرائد عبدالقادر الحداد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيء المعنوي بقوات الأمن الخاصة شكرا جزيلا لك سيادة العميد متى جاء قرار تنصيب العميد شعلان قائدا لقوات الأمن الخاصة بعد أن أعين أركان القوات الخاصة نعم ودمج القوات التي كانت تحت قيادته في الأمن الخاص وبعضهم تجاه إلى الجيش مثل أمثال تجاهنا إلى الجيش ويهل بعد تجاه إلى الجيش ظل فترة تقريبا حوالي 16 إلى 16 تقريبا ثم عين قائدا لقوات الأمن الخاصة كانت هذه مرحلة جديدة في حياة الشهيد نحمة الله تغشاه حيث أن تنتقل من العمل التقوب الميداني القتالي غيره إلى عملية البناء وهذه بحد ذاتها تعتبر نجاح جديد في حياة الشهيد نعم كيف كانت نظرة الشهيد شعلان لطبيعة البناء المؤسسي كيف كان أيضا تعامله مع أفراده كيف حاول أن يبني بناء على أسس وطنية مؤسسية وليس بناء على الارتجار والعشوائية أولا ركز الشهيد رحمة الله تعالى على حشد قوات الأمن الخاصة وتجنيد من كل أطياف اليمن دون عنصرية هذه أولا ثانيا اعتمد الشهيد في حياته وفي تشكيله لهذه الوحدة على التدريب والتأهيل الصحيح الذي يوجد الجندية داخل الجندي بمعنى الصحيح بما فيها من توجيه معنوي وعقائدي وأيضا تدريب ميداني ومهني فهذه كانت سر نجاح الشهيد هو التدريب والتأهيل الذي اهتم به وكان يعطي جل اهتمامه لهذا الخصوصية في عملية التدريب والتأهيل ثم بعد ذلك بعد التأهيل الجندي ونقله من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية بما فيها من عقائد وغيرها وتوجيه معنوي وغيرها انتقل به من التدريب العام إلى التدريب التخصصي حيث استطاع أنه يوجد ثرق متخصصة داخل القوات الخاصة وهذه كانت تمثل النجاح الثاني للشهيد رحمة الله تقصير حيث انشأ قوات خاصة خاصة مكافحة ايضا اوجد قوات قنص اوجد قوات مشاغبة كمكافحة شغب اوجد وحدات او سراية للمدفعية برغم انه ماهوش تخصصها المدفعية لكن ظروف الحرب التي ينمر بها والاحتياج الفعلي لهذا النوع من السلاح نعم ادخله وهو ليس موجود في قوات الأمن الخاصة نعم لأنهم ميدانيين وامنيين لكنه بحنكته استطاع ان يوجد المدفعية استطاع ان يوجد مكافحة الألغام نعم فريل لمكافحة الألغام ونزعها ونزع العبوات هذه كانت موجودة هنا التدريب التخصصي انشأ سرايا متعددة في هذا المجال وكانت هذه نقاط مضيئة في حياة الشهيد للمستقبل وهي ربما ايضا ما اغاضت الميليشيا الحوثية طبعا هذه وجعلت تشن حبلات دعائية كثيرة ضدها صحيح اغاضت الميليشيا حتى انه الأمن الخاص كان يستهدف بشكل مستمر الصواريخ الباليستية وغيرها وكانوا تعقبون حتى أماكن الدورات التي كان يعقد فيها لأنه كان محنكته لا يعمل دورة دورتين متتلئتين في نفس المكان وإنما كل دورة في مكان آخر وكان في المراحل الأخرى لا يستخدم المعسكر في التدريب وتهيل وإنما يخرج في أماكن متعددة من محافظة وبذلك حمى أفراده بعد أن تعرض بعض أفراده إلى استهداف خاصة يعني استهدف العدو الحوثي المساجد في صلاة الفجر لأنه كان يعلم أن أفراد القوات لأخا أمن الخاصة يصلون يصلون حتى الفجر في جماعة واستهدف المسجد وداخلها أفراد قوات الأمن الخاصة فكان يغيظهم بشكل غير عادي ولا يغيظهم حسدا وإنما ميدانيا هو يجعبهم فكان أيضا أدخل طيران مسير في قوات الأمن الخاصة سلاح ليس من مكونات القوات الأمن الخاصة وإنما مطلبات المعركة وطبيعة هذه المرحلة التي استخدمت فيها الميليشيا كل عدوانها وكل أدوات الدولة التي سيطرت عليها من أجل استهداف هذه المحافظة سيادة العميد مما أيضا يلفت النظر لمن يتابع سيرة الشهيد شعلان أنه كان أيضا يخطب في أفراده ربما تقمص تلك الشخصية من الشهيد الشددي رحمه الله الذي كان يحكي ويتكلم ويقترب من الأفراد يسألهم عن أحوالهم يسلم عليهم يبتسم ويتحدث لهم عن ضرورة البطولة ضرورة الصمود حتى وإن بقي جندي واحد في ميدان المعركة يجب علي أن يثبت لأن الجندي يعتقد أن هناك حشودا كثيرة لازالت وراءه هذه الطريقة التي تجعل القائد دائما قريبا من أفراده كيف يمكن أن يستلهمها أيضا قادة آخرون طبعا رحمة الله تقشى عليه الشهيد الشددي كان مدرسة وكنا نتعلم منه أشياء كثيرة لأننا احتكينا به هنا وعبد الغني واليحيي البحري من الزملاء كثيرا من صنعاه وهنا وفي مراحل متعددة قتالية وغير قتالية فكان ملهم لنا فكان قدوها لنا فأيضا من ضمن الصفات التي أخذها عبد الغني هو قرب القائد من جنوده ومحاضراته وغرس القيم الوطنية من خلال المحاضرات أو الداخليات للعسكر والاختطاب في العسكريين في أفراده كان من خلالها يغرس القيم الوطنية التي يجب أن يكونوا عليها بعيدا عن العنصرية أو المذهبية أو الحزبية وإنما كان يغرس القيم الوطنية التي تخدم الدين والوطن ليس غيرهما طبعا بعدها انتقل عبد الغني شعلان رحمة الله تغشاه إلى المشاركة في المعركة بعد عن عدد عداد صحيح كان يشارك خلالها لكنه أيضا من خلال العداد المستمر ولا زالت لا حد اليوم على السلوك أو المنهجية التي انتهجة عبد الغني شعاع لا زال قوات لغن الخامسة في تدريب وتأهيل دعني أنتقل إلى مرحلة مهمة جدا وهي المرحلة التي شارك فيها الشهيد في واحدة من أعظم الملاحم وأعظم المعارك وهي معركة البلق وأسأل ضيف سيادة العميد عبد الملك المداني المدير السابق لأمن محافظة مأرب مرحبا بك سيادة العميد بالحديث عن تلك المعركة ما الذي أردته إيران من معركة البلق وكيف استطاع شعلان ورفاقه الأبطال من إحباط ذلك المخطط الذي كان يحاك لمدينة مأرب تمر بنا اليوم الذكرى الثانية لاستشهاد القائد المضل العميد عبد الغني شعلان ورفاقه الأبطال العميد ثابت الحوري والعميد صالح الأبمض العباب ورفاقهم الآخرين أولئك الرجال الأبطال الذين خاضوا معركة متواصلة بل ملحمة أنهت كتائب الموت الحوثية أو ما يسمى كتائب النقبة هذه الكتائب التي دفعت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية لغرض أن تقوم باكتحام مارب كتائب الموت هذه لقت بل كان على قمة البلق رجال الأبذاغ على رأسهم للعميد البطل عبد الغني شعلان ورفاقها الأبطال هؤلاء يتصدوا لهذه الكتائب وأفنوها عن بكرة أبيها استمرت تلك الملحمة ما يقارب الأربع وعشرين ساعة وكان فيها نهاية لكتائب النقبة الحوثية أو ما يسمى كتائب الموت هذه الكتائب التي رباها ودربها وعدها وجهزها الحرس الثوري الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى وبتضحيات قائدنا البطل ورفاقها بهذه الدماء الزكية تمكن الأبطال من دحر تلك المجامع وأعادوها جثثا هامدة نعم برأيك سيادة العميد عبد الملك المداني ما مدى قدرة القادة الأمنيين الحاليين في مارب على المضي على درب الشهيد رحمه الله وهل هناك إرادة لتعميم هذا النموذج يمكن أن يعمم هذا النموذج في مناطق ومحافظات محررة أخرى اليوم القيادات الأمنية الموجودة في مارب وعلى ساحة المعارك كلها تسعى إلى نيل الشهادة لقد استفادت من مدرسة الشهيد العميد عبد المغني شغلان رحمه الله هذه المدرسة التي حمل فيها رجال الأبطال راية الدفاع عن العقيدة وعن الوطن وعن الجمهورية ود هذه المليشيات الغاشمة الخبيثة لقد أحمط الشهيد رحمه الله ورفاه بها الأبطال في معركة البلك قادسية اليوم أحمطوا المشروع الإيراني تماما وأوردوه الموت بل لم تعد المليشيات تتجرأ على أن تقترب من تلك المناطق نتيجة لما حصل لها ولكتائبها التي تسميها كتائب الموت وكتائب النهبة اليوم القداء الأمنيون في مأرب وغيرها يصيرون على خطاء الشهيدة البطل العميد عبد الغني شغلان ورفاقي وسيمضون على نفس الدرب قادة أبطال مجاهدون دفاعاً عن الدين والوطن إلى جانب أخوانهم طبعاً من ضباط الجيش الوطني والآمن والمقاومة وبذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سيتحقق النصر المبين على جماعة الحوثي الإرهابية وسيستعيد الوطن عافيته وكل شبر من بلدنا الحبيب رحم الله الشهيد عبد الغني شغلان في ذكره العطرة ورحم الله وكل الشهداء والنصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى العميد عبد الملك المداني مدير أمن محافظة مأرب السابق شكراً جزيلاً لك وأعود إليك ضيفي سيادة العميد للحديث عن هذه السيرة والحديث عن تلك المعاركة التي شارك فيها العميد شغلان رحمه الله وكيف أنه لم يكن ينظر إلى نفسه فقط على أنه رجل أمن وإنما رجل عسكري رجل يواجه في الجبهات يواجه الخلايا الداخلية التي تستادفها ميليشيا الحوثي تستادف بها مأرب وأيضاً يكون حاضراً إذا كان هناك أوقات صعبة مثل تلك المعركة الفاصلة والحاسمة والتي كان لها ما بعدها معركة البلق رحمة الله تغشاه كان خوضه للمعارك ليس جديداً فقد أصيب عدة مرات كان في صناعة أصيب في حمايةهم الظاهرين أصيب في الجوف عدة مرات وأسلامه الله نعم كانت حتى بعض الإصابات خطيرة في إصاباته ثم بعد ذلك مشاركاتها بعد أن أعد القوة الميدانية سواء أصيب أيضاً في نحن في تأمين المدينة أيضاً بعد أن أعد القوات الأمنة الخاصة والتي أصبح يشارك بها بفاعلية شارك بقوات نوعية لكن هنا عند بناء قوات الأمن الخاصة والتدريب والتأهيل والتدريب التخصصي استطاع مشاركة فاعلة غير مشاركات طبعاً رحمة الله تغشاه ليس من القادح الذي يدفع بأفراده ويبقى هو لإدارة المعركة وإنما كان رحمة الله تغشاه كان هو من يتقدم أفراده في كثير من المعارك فلذلك يصيب عدة مرات في الجبهات فكانت ميزته أنه لا يغيب عن المعركة كان له معارك في توطين الأمن داخل المحافظة وكانت معارك شرسة جداً كحق مفرق حريب وغيرها معارك كثيرة حق المنين وغيرها فرحمة الله تغشاه كان قائد قائد وفي الصف الأول يقاتل وعندما استطاع الحوثي أن يتسلل إلى أطراف البلق نعم فكان قبله بعض الزملاء الفاق دربح كان الشهيد الحوري نعم كان في البلق قبله وكان على تواصل به وكان يجهز الإسناد وغيرها فما كان منه استشهد الله يرحمه فكان حبة عبدالغني شعلان إلى البلق الأوسط رحمة الله تغشاه واستطاع أنه يكون حاجز منيء لتقدم الحوثيين فعند وصوله شارك بنفسه حتى أن استطاع وكان أفراده عندما يروه في المقدمة يتبعونه رغم عن أنفسهم حتى من تتردد في نفسه من خوف المعركة ومن غيرها تجدهم يثابرون أن قائدهم عمل في الميدان ورحمة الله من صدق الله صدقه فقد صدق الله سبحانه وتعالى في عمله وفي جهده وفي كل ما أكل إليه من عمل فصدقه الله واختاره الله من معرفاقه الذين استشهدوا بعده الأضمد وغيرهم كثير من قوات الأمن الخاصة ومن الجيش وغيرهم استشهدوا في ذلك اليوم لكنه بنعمة من الله كان حياته نصرا واستشهاده نصرا نعم أريد هنا نتحدث عن هذه النقطة تحديدا كيف كانت تلك المعركة فاصلة بالنسبة لمأرب وكيف كان استبسال الشهيد وحضوره وذلك الموقف الذي اتخذه وذلك القرار الذي ضحى به بنفسه كان موقفا تتطلبه المعركة تتطلبه مأرب وربما كانت إما أن نكون أو لا نكون في ذلك الموقف كان يسمث الخطر على مأرب بشكل غير عادي نعم لو استطاعوا أن يستقروا في أماكنهم لكن استبسال زملائه من قبله الشهيد الحوري ثم بعده طلع وباسل بنفسه فجأ عندما شهد المعركة ووضع الحوثي وين وصل الحوثي ما كان منها إلا أن يتقدم ويباسل بنفسه حتى يعني أقول سبحان الله أن شهادته كان هي سبب نصرنا وها أحزيمه للحوثي حتى استشهاده كان نصر للجيش البطني والأمن والمقاومة الشعبية لماذا؟ لأنه كان أيضا في استشهاده دافع دافع قوي أيضا الأفراد ومنهم مشاركين في الجبهة بالدفاع حتى أحقق الله نصر وتم طرد الحوثي من الأماكن التي وصل إليها العميد يعني سيدة العميد نريد أن نتحدث نهاية هذه الحلقة عن ما هي طبيعة المسؤولية الملقى اليوم على قيادة قوات الأمن الخاصة برئاسة العميد سليم السياغي وكل فرد اليوم أمن موجود في هذه المحافظة كلمة أخيرة تريد أن توجهها وتقولها ونحن في الذكرة الثانية لاستشهاد هذا البطل ورفاقه الأحرار طبعا قوات الأمن الخاصة عندما بناها في حياته الشهيد رحمة الله تغشاه كان لبنائها التحمل أعباء في نفس الوقت بمعنى أنك تبني وتشيل هم وليس إنما تبني لك احتياط وإنما كان رحمة الله تغشاه كان يبني ويشل الهم مباشرة يحمل نفسه المسؤولية فتعتبر قوات الأمن الخاصة هي صمام أمان المحافظة نعم وهذه شهادة لهم وهم يقومون بها من عهده كونه قد أسس النظام الذي يقوم به قوات الأمن الخاصة ويمشون على ما ما شاء عليه رحمة الله تغشاه نعم هي حملت عبء مسؤولية الأمن في المحافظة إلى جوار الوحدات الأمنية لأنهم مشها وإنما العبء الأكبر على قوة الأمن الخاصة ولا قوات نجدة قوات المنشآت قوات الأمن العام الأقسام المناطق الأمنية أيضا نحن في الشرطة العسكرية إنه اختجت من المشاركين مع الجهات الأمنية في تأمين المحافظة لكن العبء الأكبر ووحدة شهادة لهم أنها تتحملها قوات الأمن الخاصة والمسؤولية الملقة على عتقم كبيرة جداً في هذه المحبة تاريخية لأنهم يمثلون الحزام الأول والحزام الثالث والحزام الثالث في المحافظة نعم في تأمين المحافظة أيضا هم أصبحواهم الرافد للجبهات نعم أيضا هم لازالوا في مواقعهم في الجبهات لازالوا مشاركين اللي لهم قوات الأمن الخاصة إذن نازالت المسؤولية كبيرة نسأل الله أن يعين القائد السليم السياغي في مهامه وإلى رفاقه الأركان الضوء الصبري وغيرهم من الخالق الشيخ وغيرهم من النعم في الميدان نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم في مهامهم ووجه كلمة للقوات الأمن الخاصة أن يستمروا وأن يبقوا صورة الشهد نصب عينهم ومعاثره وكل صفاته التي سواء أن يكون قدوة لهم سواء قادة أو أفراد أو غيرهم أيضا أوجه لكل القادة من قادة الجيش أن يكون الشهد الشداد وشهد الشهلان وغيرهم في الأبطال الذين ماتوا استشهدوا في الصفوف الأمامية أن يكونوا قدوة في الاستفسار وغيرهم ونصح أنفسنا وأن أولهم بأن يكون هؤلاء هم قدوتنا في عملية التضحي والفداية فإذا ما تطلب الأمر لا نتوانى في التضحي حتى ولو بالنفس هذه المؤسسة متماسكة وقادرة على أن تصنع النصر لليل الجمهوري جميعا أشكرك سيادة العميد ناجي علي مونيف قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مارب كانت هذه شهادة تاريخية ما طرحته اليوم في سياق هذه الحلقة شكرا جزيلا لك على وجودك اليوم معنا ونحن نتحدث عن واحد من أبرز القادة في التاريخ اليمني ربما على الإطلاق إلى جانب العديد من القادة سواء في ثورة 26 سبتمبر أو في ما يجري اليوم من حرب مقدسة ضد ميليشيا الحوطي شكرا جزيلا لك والشكر الجزيل أيضا لكل الذين كانوا معنا في سياق هذه الحلقة من قادة عسكريين وأمنيين سواء سابقين أو حاليين الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين ولزملائي طاقم العمل دمتم بخير وإلى اللقاء